السلام عليكم تلميذ سنة 3 متوسط لا تنسوا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين في هذا الفيديو سأقدم لكم تعبير أو وضعية إدماجية عن الغشة إذن كل وضعية فيها مقدمة عرض مخاتمة المقدمة الغش هو ظاهرة مضمومة وسلوك منبوض استخدم أسليب الخداع وعدم الأمانة للحصول على مكاسب ومناصب ليست من حقه ينتشر الغش في التعليم والعمل والسوق وله أثار سلبية على المجتمع العرض الغش طريقة غير قانونية لتحقيق الأمان والطموح من فوز أو ربح أو وظيفة أو دراسة الغش يؤدي إلى نشك الفساد والإنحلال الخلقي ويسبب ضمار المجتمع وفشله لأنه يصنع الطبيب الفاشل والمهندس الجاهل والمعلم الأمي وكذلك التلميذ الفاشل في المدرسة يغش التلميذ في الامتحانة والواجبات من أجل نقطة ليست من حقه في العمل يغش الموظف فيقوم بتزبير المعلومات أو البيانات غير صحيحة للوصول على الترقية كما يغش البائعة والتاجر للحصول على التروة وهكذا يعتبر غش انتهاكا للأخلاقيات والقيم وبالتالي له سلبيات على الفرد والمجتمع ويؤدي إلى فقدان الثقة بين الأفراد والمجتمع والإنسان الغشاش سيصبح منافقا وكذابا لا يؤتمن فقد نهت دين الإسلام عنه وحرمه لما فيه من ضرر للإنسانية والمجتمع وأمر بمعالجته فقال الله تعالى بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم كما حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عنه وباتباع تعاليم الإسلام السمحة الخاتمة لهذا يجب اتباع أهم الخطوات لتقليل ظاهرة الغشة التي تعتبر ألف اجتماعية حطيرة ولتعجيز بيئة تعليمية نزيهة وصحية وذلك من خلال التوعية والإخلاص والشفافية في المدارس والجامعات ووضع قبات صارمة ردعية على الغش قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مننا وإلى تعبير آخر إن شاء الله وضعي إذ مجيه أقول لكم سلام شكرا لكم